ممكن يجي يقول ملاحظاته سلبيات على الولاد عشان تشتغلوا عليها خلال فترة بعد كده؟ طبعاً بالتأكيد لأنه طبعاً هو كمدير فني ومتميز وعنده رؤية مميزة جداً في اللعيبة فيعني أي حاجة سلبية بتحصل ماشي عجبه رتم بطيء مثلاً يقول لك لا أنت كسبت بس الرتم بطيء أنا عايزي بقى رتم أسرع من كده شوية يعني ما يبصش على النتيجة لا لا خالص النتيجة تيجي مع أداء كويس دايماً النتيجة تيجي مع الأداء كويس بس أنا وانا بكسب وما أدي وحش ومش طالع المبسوط من المطش أكيد كابتن بقدر بيجعل بيقول لك لا النهاردة احنا رتمنا بطيء أعيز أسرع من كده لازم يكون فيه رتم أسرع من ده كويس فعلى أساس ان احنا يعني نشتغل ونطور شوية في الجزئية دي طبعاً بش في اختلاف اللعيبة وفي عندنا لعيبة يعني تنوع عندنا كتير في اللعيبة بنعمل الروتيشن بين اللعيبة وبعضها عشان ندي عدد أكبر من اللعيبة يلعب لأن طبعاً انت عارف حضرتك ان عدد في البراعي عام دايماً شافوا الهدف ده كابتن نعم انت كابتن صالح انت بتتكلم في البراعي هدف من الهدف الحلوة ما تكبرينينا الصورة كده صامرة علشان نشوف الهدف الحلو ده وعندنا الهدف التاني ده طيب كبرين الهدف الهدف الحلو ده انتوا تلعبوا في الملعب اللي فوق ملعب كبير برضو ماشاء الله انت جيلة حلو من اللعبة المميزة جداً مالك مالك كويس هنا الرؤية وفتح لنفسه المساحة التزديد هنا اللي استلم ده صاوي الاستلام باللف بالدوران وماشاء الله تحس انه شغال بالرجل الاتنين يعني استلم باليمين ودخل ووسع لنفسه ومدامنا الحاجاتة كابتن سامل اللي احنا لما جينا بتدينا شغل كان بصراحة كابتن صالح مميز اوي في الجزء التكنيكال وقدمنا نوزن ما بين الجزء التكنيكال وجزء التاكتكس وتحفيز المراكز والبوزيشن والتحولات والضغط فكابتن صالح دايما بنبدأ مركزين على الفوتورك وحركة الرجلين وازاي تستلم برجلك العكسية وازاي تشتغل برجلك العكسية فده كان بصراحة طور اللعبة بشكل كبير اوي حتى لما بتيجي تديهم جزء تاكتكس او تيجي تتعرضوا المواقف مختلفة فده بخلاص الولد تتعود على الحاجات دي فبيبقى فكره موجود وزهنه حاضر للحاجات عجبني انت بتتكلم العلاقة وانت بتتكلم بطول كابتن صالح شغله وانا كإن موزعين الشغل يعني سبب رئيسي من النجاح اللي احنا وصلنا له هو اللي دور كبير جدا حاجة جديدة لا طبعا الكابتن احمد يعني احنا في الاولى كابتن اتفقنا على حاجة الولاد دول محتاجين ايه مرحلة جديدة بداية مرحلة جديدة من التمن لعيبة او جون للنقلة كبيرة دي فمحتاجين ان احنا نطور فيهم حاجات كثير اول على مستوى التكنيك والمستوى تاكتك الاتنين مع بعض مرتبطين ببعض ماينفعش حاجة على حساب حاجة لازم فيه بالانس بينهم توازن ده هو هيكون سبب نجاح مع التوزيف الكويس للعيبة ان احنا نقدر نشتغل جماعي كويس معهم ده بدانا في النهاية نتيجة كويسة جدا 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 طبعا الصبر مطلوب جدا في المرحلة دي لعيبة كتير وحطة الصبر ده عايزة وفعا ده في السن الصغار ده وانت بتعلم وبتكرر ممكن تلاقي ورد لسه وايا في نظر نتكوين الجسمان الضعيف لسه عملية الملوغ ممكن تلاقي بعد سنة راح في حتة تانية هو مهريان بيبقى عالي عنده سرعة وعنده مهارة بس تكوين البدني قصير جسمه ضعيف شوية ده لازم ازبر عليه خاصة لو عنده المهارة عالية ولو كمان عنده سرعة ده لازم ازبر عليه ليه بقى ازبر عليه لان ده بعد القوة بعد ما ياخد قوة هيعمل فرق كبير جدا وهيبقى من احسن اللعابة الموجودة في الفريق بس محتاج وقت ومحتاج صبر دي هتاخدني بقى نقطة تانية لكابتن احمد فترة الاختبارات بقى وانتقاء اللاعبين وانتك مدارة